ولذلك على العاقل أن يستعد لتلك الدار وأن يجعل الدار الآخر بين عينيه قبل أن يقدم على أي عمل يفكر هذلك العمل ينفعني يوم لقائي لرب العزة والجلال أو يكون من الأمور التي تضرني في ذلك اليوم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أمنا منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتق النار ولو بشق تمره بمعنى لا تحقر العمل القليل اليسير فقد يكون سببا من أسباب ويقايتك من نار جهنم ولذلك على كل واحد من أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتقديم أعمال صالحة ولو كانت يسيرة وخصوصا ما داوم الإنسان فيها فإن أحب العمل إلى الله أدومه جعلني الله وإياكم ممن يستمر على الأعمال الصالحة وممن يجعل هذه المواسم طاعة وخير كما سأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا ومغفرة لذنوبنا